زملائه في المؤسسة العسكرية كذلك في كل مطمر نتفاعل مع آخر مسجدات على الساحة العسكرية بداية نرفع لكم تحيات وتبريكات سيد القائد العام وكل ضباط وضباط صف والجنود والقوى المساندة بمناسبة عيد الفطر المبارك المبارك كذلك نبدأ معكم في هذا المتمر الصحفي فيما يخص الموقف العام للقوات المسلحة العربية الليبية الموقف العام مثل ما هو الآن على الخريطة هذه الموقف الخاص الموقف العام جاءت كل الوحدات العسكرية أو كل المناطق العسكرية التابعة للقيادة العام للقوات المسلحة تؤدي في مهامها وواجباتها حسب التعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العامة ولزالت كل المناطق العسكرية تسير في دوريات في الصحراء وعلى الحدود لمنع الجريمة ومنع استغلال الحدود واختراقها من قبل الجماعات الرهبية والعصابات الإجرامية كذلك لازالت مراكز التدريب التابعة لدر التدريب تواصل مهامها في سقل كوادر جديدة ودماج جديدة للقوات المسلحة ولزالت الدورات التدريبية في الداخل والخارج تسير حسب الخطة التدريبية لهذه السنة تحت إشراف القيادة العامة القوات المسلحة دوريات الحماية والحراسة والتأمين في كل المناطق العسكرية تؤدي في واجباتها في كل المناطق سواء الساحلية أو تلك التي في الصحراء الموقف العام في موقف الخاص بغرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية تؤدي الوحدات العسكرية المكلفة بهذه المهام والواجبات في أعمالها القتالية بشكل ممتاز جدا وبشكل عسكري لديه مستفيدين من خبرات والتجارب السابقة ففي خلال الثمانية واربعين الساعة الماضية كانت هناك عمليات عسكرية هامة جدا على مصرح العمليات في منطقة طرابلس وظوحيها وبالذهاب إلى خريط العمليات نظرت قواتنا المسلحات تدمر الإرهابيين في كل مناطق التماس على طول خط النر يوم الأمس حاولت المجموعات الإرهابية القيام بمهجوم مضاد على كافة المحاور ولكن كل هذه المحاولات فشلت وتدمرت على صخرة قواتنا المتقدمة على نقاط التماس يوم الأمس يوم الأمس كان يوم انتصار وكان يوما حاسما بكل المعاني فتمكنت قواتنا يوم الأمس من قتل كثير من الارهابيين تجاوز عدد الارهابيين القتلى يوم الأمس وعشرات من الأسرة أو المحتقلين الذين تم انقبض عليهم وكذلك تم تدمير عدد كبير من الأليات العسكرية المسلحة والدببات وقطع المدفعية وكذلك تم استرداد مجموعة كبيرة من الأليات تتجاوز العدد الـ 25 أليا تم استرجاح من الجماعات الإرهابية كانوا الإرهابيين يركزون هجومهم باتجاه مطار طرابس الدولي مع مشاغلة قواتنا في القطاع الشرقي والقطاع الجنوبي ولكن الحرفية وحسن إدارة النيران والمعركة تمكنوا من تدمير هذا الهجوم بالكامل قوات الجوية قامت بإنداد ناري لقواتنا من المنطقة العزيزية إلى الساعدية إلى السواني إلى الكريمية وسهدف التحركات للعدو في عدة مواقع أخرى وبالتالي نحيي جنودنا الأبطال الشجعان الذين يقارعون الإرهاب الآن على تخوم طرابلس وفي بعض الأحياء الشرقية لمدينة طرابلس كذلك رصدنا في خلال الأيام الماضية تحركات لداعش في أكثر من موقع وهناك إصدارات مرئية للتنظيم الإرسالة التي تحركت أيضا يحاول إرسال رسالة سواء للقيادة العامة سواء للشعب الليبي أن التنظيم لازال قادر على تنفيذ بعض العمليات ولكن في الواقع هي حالة من اليأس التي أصابت التنظيم بعد الخسائر الأخيرة وخاصة بعد التصدي الشجاع لأهالي زلا ووحداتنا في منطقة زلا لآخر هجوم داعشي إرهابي في الأيام الماضية يوم الأربعاء وخميس تم مقتل عدد كبير من الإرهابيين في طرابلس وصولهم من مدية بنغازي هذه الصور لبعض الإصدارات الأخيرة لتنظيم داعش وعلى فكرة لأول مرة يقوم بإصدار مثل هذه الإصدارات مما يدل على أن أصبحت قوتهم ضعيفة جدا وأصبح يحاولوا دعم حكومة السراج إعلاميا فقط بإصدارات نعود لبعض القتلى من إرهابي بنغازي في طرابلس ومثلا مقتل إرهابي أحمد سالم المعداني وهو عنصر سابق في كتيبة ليبيا الحرة في بنغازي الذي تم تأسيسه من قبل أخوان المسلمين باع في 2011 شقيقه منذر المعداني قتل في 2016 في معارك ضد القوات المسلحة العربية الليبية في سوق الحوت في بنغازي يوم الأمس 1.6.2019 إصابة الإرهابي علي عياد الهاشمي الذي هارب من بنغازي والتحق بميليشيا 315 مصراتا وهو موليد سبع وتسعين ولد عياد الهاشمي من مجموعات ومن إرهابي أنصار الشريعة في بنغازي قتل في 2017 في قنفودا في مواجهة مع القوات المسلحة وولده عنصر مؤسس في كتيبة أنصار الشريعة وظهر في عدة إصدارات مرئية للتنظيم في بنغازي هذا الإرهابي هو إرهابي خطير جدا وهو من المطلوبين لدى القوات المسلحة العربية الليبية هذا هو تنقل الإرهابي من بنغازي بعد خصر ومعركة بنغازي ومعركة درنا انتقل من نجا منهم انتقل إلى مدينة مسراتا وإلى طرابلس حيث توجد الحاضنة الإرهابية من الميليشيات في هذه المدن where the militias there are hosting these terrorists وهذا الموضوع ليس بشديد إنما هو قديم لدينا إثبتات الآن سنعرث عليكم لانتقال إرهابيين من مدينة مسراتا ومن مدينة طرابلس ومن الغرب الليبي باتجاه بنغازي في 2014-2015 وحتى تم دحر في بنغازي and this is not new information this we've previously known about this information about the movement of terrorists from مسراتا and tripoli to Benghazi back in 2014-2015 before the defeat موجودة لدى المقاتل الإعلامي لكتيبة شهداء الزاوية لمقاتلين تم العثور عليها في منطقة قنفودا And this list here we see is of fighters that belong to كتيبة شهداء الزاوية And so as written in this image they have the name of the fighter, the alias, the phone number of the parents and the place of residence And so we have the real name here first then they switched to using the alias And after they're injured or killed their parents are contacted on this phone number This is the second list مسراطة 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 طرابلس مسراطة مسراطة بالكامل And as you can see the place of residence it says مسراطة triple E مسراطة triple E repeatedly And here you continue to see the name the alias and the phone numbers وثقافة الكنية هي ثقافة إرهابية كانت في حرب في 2014 كانت تخص أنصار الشريعة وتخص المجموعات الإرهابية وبعد ذلك تولى داعش كذلك الكنية And this use of alias is popular among terrorist groups in 2014 by أنصار الشريعة and such group and then it was adopted into ISIS and similar groups كذلك كل الأسماء مسراطة أو طرابلس كل القوام عثرنا عليها And so in all the lists that we find all the names are from مسراطة and triple E هذه تأتي في إطار الانتقال الإرهابيين من المنطقة الغربية باتجاه بنغازي لدعم إرهابي بنغازي في الحارب ضد قوات مسلحة And so this is under the umbrella of the movement of terrorists from the western region to Benghazi to support the terrorists that used to be in Benghazi ولعل الإرهابي عبد السلام بورزيزة من أبرز الإرهابيين لذا قتم قتلهم في عمليات 48 ساعة الماضية And probably one of the most notable terrorists is عبد السلام بورزيزة who was killed in our operations in the past 48 hours الذي الآن هو على الصورة هذه صورة الحقيقية Here you can see him, this is his photograph ولكن لديه فيديو وهو يحدد أهالي بنغازي بالدمار وبالقتل وبالتقضيع الرؤوس وهذا البقطع الشهير إذا كان توفر سنعرض جزء مننا الآن لأن هذا الفيديو مهم شدن هذا كان قايد من قادة الإرهاب في منطقة اليتي And so he appeared in a very popular video threatening the people of Benghazi of destruction and carnage and beheadings And this is a very threatening and a very powerful video that we will show a part of هذا الإصدار بسم الله والسلام على رسول الله كل أهل بنغازي تذكروا هذا الإصدار طبعا هذا مرترق شرع خليش رسالة إلى مرتدين أعداء الله رسالة ثانية إلى أخوة في الله وإلى المهاجرين هلموا إلى دولتكم فإن الدولة الإسلامية قد امتدت إلى ليبيا هلموا إلى دولة الإسلام And so in the video we can hear this terrorist individual threatening people with attacks with silas weapons with IEDs in public places and calling to other terrorists around Libya to come to Benghazi And so he has joined ISIS in 2014-2015 and has appeared in multiple videos called messages to enemies to messages to believers and tyrants But after all these promises and all these threats he escaped to Masrata and joined Salah Badi But he couldn't stand to the men of the armed forces and the youth of Benghazi And he was killed over the past few hours fighting for the sake of Al Qaeda and the remnants of ISIS Does Ghassan Salama hear us now? These must be difficult truths for him but this is our principle we must end the chaos we must end the terrorism in all of our country And would Ahmad Maitiq who is currently in the USA tell these things to the lobbying company that he has hired to polish his image in front of the world? There is a question that is continuously repeated in media that I will answer to the public now A lot of media people that do not understand the situation in Libya Ask if the war is Libyan versus Libyan This is not a war between Libyan people This is not a war between Libyan people This is not a war amongst ourselves This is not a war against Libyan people This was Chinese憑ism This was a war against Libyan people وطنظيم داعش هو تنظيم مكمل فقط لتنظيم القاعدة هو تنظيم تطويري أو تنظيم إعادة التفعيل لتنظيم القاعدة ما الذي أتى بي بيعة البغدادي من العراق إلى ليبيا هو إرهابي ليبي مطلوب في لجلة الجزاءات في مجلس الأمن يدعى حسن الصلحين بالعرج الشعري يكن أبو حبيبه وخسر عينه في إحدى المعارك في العراق ومن العناصر المتشددة في تنظيم القاعدة ومن العناصر المتشددة في تنظيم القاعدة ولديه كود أمني في مجلس الأمن ومن العناصر المتشددة في العناصر المتشددة في العناصر المتشددة ومن العناصر المتشددة في البيانات ومن العناصر المتشددة في تنظيم القاعدة إراك في لفانت ويعملت أيضا على ال-قايدة في إراك أيضا هذا الارهابي التحق هو والارهابي أبو مصعب الزرقاوي وتعرف عليه في سجن في العراق السجن اسمه سجن المحاجر الزرقا and so the terrorists got to know and joined أبو مصعب الزرقاوي when they were both imprisoned in المحاجر الزرق in Iraq after the events in 2011 the first order of business that the Muslim Brotherhood got to was forming a committee to release these terrorists arrested in Iraq and it was led by by سليمان فورتيا وبالفعل تم طلق صراحة في 2012 والتحق بسرايا رفالله الصحاتي في بنغازي and so yes they were successful in releasing him in 2012 and he has joined صرايا رفالله الصحاتي in Benghazi وهو أرهابي وهو أول من أتى ببيع تنظيم القاعدة في ليبيا and he is a terrorist and he was the first to bring here the oath of joining ISIS إذن تنظيم داعش هو تحديث لتنظيم القاعدة فقط and so ISIS is only a revitalization attempt for Al Qaeda إذن المعركة بين الشعب الليبي وبين الليبيين وتمثلهم في هذه المعركة القيادة العامة للقوات المسلحة السيد المشير كان حرب خليفة بالقاسم حفتر وبين هؤلاء الإرهابيين هذه الزمر الفاسدة التي قربت البلاد والتي استنصرت بالأجنبي وأتت بالأتراك والقطريين وأتت بغيرهم كذلك إلى الأراضي الليبية وذلك هذا المعركة يتواجد بين الناس الليبية يقمزهون من المسلح للقام جمهور المسلح خليفة حفتر ويترارات المسلحة والمسلحة الحفر والمعركة المسلحة تجد المسلحة ومع البلد والسلحة في الناس ويستمتهم من المسلحة كم الهازمة فقط تركيز والسلحة القطعية لتساعدهم في تحديث هذه المسلحة كل الارهابيين الذين التوقفون في طرابلس تم رصتهم بشكل جيد وتم إعدادهم في قوائم بجرائمهم سواء دولية سواء محلية تم إعداد الكشفات بكل الهاربين سواء من بنغازي سواء من درنا سواء من جنوب والآن يقاتلون مع السراج هذه الزمرة لا تستحي ولا تخاف الله سبحانه وتعالى ولا تحترم القوانين مثلا لديهم من الأكذيب والإدعاءات لا يستحي طفل صغير أن يقوله لا يستحي بشر أن يقول مثل إدعاءات مثلا إدعاءاتهم بأن فلان قتل مثل حسن الصلحين and so this group of individuals they have no shame they have no fear of Allah they have no respect for laws they make claims that even a child would feel ashamed to make that such as the killing of حسن الصلحين الذي أعلن عن مقتالي في 2016 ولكن في الحقيقة لم نرى له جثة أو لم نسمع الخبر من جهة موثقة who they announced has died in 2016 but we've never seen his body or heard this news from a reliable source and here you can see his photograph and his left eye was injured in Iraq and by the way he has fought in Fallujah and attended the second battle in Fallujah and he is not a danger only to Libya he is a danger to the whole world الأخوة المشاهدين الليبيين انتبهوا لخباثة ودناءة عزكم الله التنظيم الأخوان والقاعدة وما انحلفهم طيل الشهر رمضان الشهر الفضيل الشهر الصلاة الشهر الترويح يقومون بأكاذيب عديدة كل ليلة بعد الساعة واحد الساعة اثنين في الليل تخرج علينا إشاعة وكذبة غير الكذبة الأولى قد يستغل في ذلك بعض قنواتنا التي بعد هذا التوقيت تخرج في أعمال مسجلة ولكن نحن لهم بالمرصاد ولهم بالحقائق الدامغة التي تخجلهم بعد ذلك لكن لا يعرفون الخاجر أصلا ولكن نحن لنا هنا لترمي هذه المشاهدين لدينا الحقيقة والحقائق الدامغة التي تضعهمهم بالحقائق ولكن هذه الناس لا تشعروا بالحقائق ولكن لديهم حقيقة آلة إعلامية بمجرد الإشاعة تخرج في الفيسبوك من المركز الإعلامي أو من غرفة العملية الخاصة بهم يجب أن تنويلها في قنوات الفضائية التي لا تنام حتى اليوم الثاني تقصد بشكل مستمر ولكن نحن لديهم مستمر بشكل مستمر والمحللين جاهزين والمفسرين جاهزين والدجالين والأفقين جاهزين لديهم ويبدأ الستيديو التحليلي مع ساعات الصباح يوم القتل الضابط ويوم صحق كتيبة ويوم تدمير عشرين ألف سعب شنو لا نعلم حقيقة هذه الأرقام لا تتماشى حتى مع الواقع على الأرض ولكن هم هكذا تعود جريمة مثلا الطائرة الإماراتية التي يوم الأمس هذه الطائرة أولا هم تتحدث على إسقاطها وهذه الطائرة سليمة جدا لا تجد بها أي نوع من الإصابات And so they continue to spread their lies one day they're talking about a killed officer one day of the 20,000 captured whatever and these are numbers that aren't even realistic to the type of situations we have on the reality and for example we have the photo of this airplane that they said that they shot down yesterday and here we can see that it wasn't this UAV that doesn't have any signs of being hit And of course as you can see the UAE flag is put in reverse this is not the correct position and of course we know these are lies ويقال أن هذه الطائرة سقطت في محور العزيزية and they're saying that this UAV was shot down in العزيزية وأعتقد أن هذه الطائرة هي الطائرة الخاصة بالمدفع الموجه الذي يملك منه أسامة جويلي عدد اثنين مدفع And we believe that this UAV is the one that works with the guided missiles and guided artillery that أسامة جويلي owns two of يتم اطلاقها في السماع المعركة أو في الأرض المراد استطلاحها وتقوم بتصوير وإرسال الصور إلى المدفع ومدفع يقوم بذلك باختيار الأهداف التي سيتم رميتها And so it is released in the area that they want to survey to gather intel and pinpoint positions which then the guided artillery uses to attack targets طبعا هذا شغل مفتدئين أو شغل جهل وعدم معرفة حتى لأبسط معطيات الحرب النفسية And this as you can see the work is a work of amateurs and a work of ignorant people who cannot even who do not even know the simplest basics of psychological warfare سنستمر معكم في المطامرات الصحفية حسب الحاجة إليها نتواصل ونشكر بصراحة كل المواطنين الذين يدعمون القوات المسلحة ويدعمون تحرقات الجيش على الأرض ونطمن كل أهلنا في ليبيا جمعا أن الطلاب ستكون بخير قريبا وستكون بسلام وستنتهي سيطرة الميليشيات على مقدرات الشعب الليبي And so we will continue with our press conference and we will update you as necessary and I would like to thank all the citizens who are supporting the Libyan armed forces and they are supporting all our movements on the ground and I assure our people that Tripoli will be fine, safe and secure soon and free from the control of militias and the attacks on women and hitting them on the doors of banks will be over The finances and the income of the Libyan people through the Central Bank of Libya will be used to the development and the well-being of the Libyan people And all this will be settled in the field in our artillery and all types of different weapons will be there to settle this matter if necessary شكرا لكم وكل العام وأنتم بخير شكرا لكم كل العام وأنتم بخير شكرا لكم وكل العام وأنتم بخير شكرا لكم and have a blessed month